موسيقى السلام عليكم يا حلوين ازايكم عاملين ايه النهاردة هنعمل مع بعض كيكي نايتي التحفة مين فينا ما كانش بيحبه زمان هو صغير ودلوقتي اكيد في حاجات مشابهة ليه معمولة يلا هنعملوا مع بعض حاجة مفيدة ومغزية معمولة في البيت لولدنا وبالمكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت يلا اشتركي في القناة وفعل الجرز والعايك على السريع ويلا بنا نبدأ هنحتاج 3 بيضات 7 معالق ديق 7 معالق سكر 7 معالق لبن و7 معالق زيت ومعلقة كبيرة بيكن بودر ورشة فانيليا هنجيب بولة وهنحط 3 بيضات وعليهم السبع معالق سكر طبعا الفانيليا على البيت دي حاجة معروفة سواء السيلة او البودر و7 معالق السكر وحضربهم بالمضرب لغاية لما السكر يدوب خالص ويتجنس مع البيت ضربهم كويس ممكن يعني يتفضل ان انا استخدم سكر حبيبات ونعمة ولونه فاتح وبعدين هنزل بخيط كده صغير من الزيت حبة حبة واضرب 7 معالق زيت طبعا معايا وهنزل برضو بخيط رفاية من اللبن شوية شوية وهضرب مستمرة برضو في الضرب وهجيب الدقيق وعليه مش الباكو كله لا معالقة كبيرة بيكن بودر ورشة مالح صغيرة وهقلبهم وبعدين طبعا ده انا نخلق قبل كده وانا بحطه على الخليط ده برضو هنخله تاني يبقى احسن يعني لان يخش بين زرات وهوى ولو في حاجة شوائب ولا حاجة في الضيق تطلع هنضربها شوية بالمعلقة وممكن كل الخليط ده يتضرب في الخلاط وهضربه بالمضرب على سرعة اقل سرعة نضربه كده لغاية لما كل المكونات تختلط ببعض جيب بس معلقة والم اللي في الاطراف واللي في الجوانب بتاعت الطبق وكمل درب طبعا انا بضرب كتير علشان خاضر يديني كيك كوام هاش لان النايتي معروفة كده هجيب بقى صانية كبيرة مقاس 32 واغطيها بورق الزبدة وورق الزبدة ده بجيبه من مكتب ولازم يكون مغطي الجوانب بالاطراف وانا عايزة صانية كبيرة علشان خاطر انا محتاجة السمكة بتاع الكيكة بيبقى رفاية عشان النايتي بيبقى طبقتين بينهم مرب لو انت حطتيها في صانية صغيرة وحبتي تعمليها او حبيتي تعمليها انجليش كيك هتبقى كوامعة حلوة هتبقى معاك كويسة قوي هفريدها في الصانية وادخلها الفرن على درجة مية وسبعين ربعسة وهتبقى زي الفل بالشكل ده انا طبعا سبتها تهدى شوى عشان اعرف اطلحها من الصانية نقل بالصانية ونشتغل على دهر الصانية عطها كده وحاول افكها من الورق الزبدة واحدة واحدة وبالسكينة كده واحدة واحدة طبعا الكيك بنستخدم معاه السكينة المنشار اللي هي ليها اللي هي مشارشارة كده اسمتها نصين اهي وجبت المربة ممكن المربة تجيب الكريمي لو انت مندايقة من اللي فيها قطع دي ولو انت عندك الكريمي دي ممكن تضربيها في الخلاط او في الكب علشان تبقى نعمة انا بالنسبالي مكادش فرقة معي القطع كنتش مندايقة ومربة الفراولة بتدي لون احلى في النايت يعني ممكن اي نوع مربة انت عايزي هفريدها كده كويس شايفين سمكها سمكها حلو تقريبا سنتي هشة وراحتها تخفى احطها كده فوقيها واضغط بالراحة اي شايفين ما شاء الله شكلها حلو بمكونات بسيطة جدا واجيب السكينة هاي المنشار دي واطلع الزوائق البطاعتها دي اسويها طبعا الزوائق دي ممكن تحطيها في كاسات وتحط عليها كريم شانتية او حاجة هي تبقى ترايفل طحفة طبعا لو ديتيها للولاد برضو ان شاء الله هيكلوها يعني المفروض اني ان انا دي مفروض تطلع لي عشر قطع نايتي بس انا عشان كبرت القطع شوية فتلعت تسع قطع بس بس انت لو انت ضبطت يدك بالسكينة هتطلع عشر قطع نايتي بسوع معالي دي بالزبط والصانية مقاس 32 ورق الزبنة بيتبقى في المكتبة انا الصانية مغصلتهيش انا الصانية تلات ناديفة زي الفل احطيتها تاني في اللاب المبخ شايفين شكل الكتعة النايتي عاملة زي طحفة يا جماعة ورحتها طحفة طحفة بيتجنن تنفى في اللونش بوكسل لولادنا الصبح كمان حطيتها نقص بس الايفكت بتاع الشوكولاتة من فوق زي ما كانت زمان انا عندي الشوكولاتة دي كانت بتتبقى في سوبر ماركت رخيصة مش غالية وفي منها الكرامل كمان فهتبقى سهلة هقلمك بعد كده ازاي تسايح الشوكولاتة وتحطيها في ارتاس كده صغنا من ورق الزبدة تبقى بردو اسهل كده شكلها بالزبط عندي اللي هو الكرامل حط منه بردو لو انت تحبيها بالكرامل بس معروف ان النايتي على وشه شوكولاتة شوكولاتة يعني كده خلصنا النايتي بتاعتنا يا رب تكون عجبتكو شايفين عاملة ازاي هتعجب ولادنا بازن الله جربيها ومستنية قرأكو في الكومنت وسلام عليكم شكرا شكرا